أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنصيق الوثيق مع المفاوضية الإفريقية لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله رئيس مفاوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه والذي أكد أهمية مصر وثق لها في القارة الإفريقية كما استقبل الرئيس السيسي ماتياس كارمان السكرتير عامل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث أشهد الرئيس السيسي بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موسى فقيه رئيس مفاوضية الاتحاد الإفريقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد فقيه إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المباوثين الخاصين في إفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة معربا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفاوضية الإفريقية لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات لسيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين من جانبه أكد السيد فقيه أهمية مصر واثقة لها في القارة الإفريقية معربا عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة فضلا عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المباوثين الخاصين الأفارقة وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيا وفي مقدمتها الوضع في منطقتين الساحل والقرن الإفريقي إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 فضلا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاور في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال من جانبه ثمن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية معربا عن الاعتزاز بكون البرنامج القطري لمصر الذي تم التوقيع عليه عام 2021 يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات والمتابعة والتنمية المستدامة